أعلن السناتور عن ولاية تيكسس الأمريكية رولاند جوتيريز ارتفاع حصيلة قتل حادث إطلاق النار في مدرسة ابتدائية إلى 21 قتيلاً بينهم 18 طفلاً وثلاثة مدرسين وقال حاكم ولاية تيكسس كريغ أبوت إن المشتبه به الذي عرفه باسم سلفادور راموس يبلغ من العمر 18 عاماً وقتل على أيدي ضباط الشرطة والذين انتقلوا إلى موقع الحادث وأن اثنين من هؤلاء الضباط أصيب في إطلاق نار غير أن الحاكم قال إن إصابتهما ليست خطيرة